أخوات الموظفات، سيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في منتدى المرأة الإماراتية الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي للعام السادس عالتواليب احتفاءاً بدور المرأة الإماراتية الفعال في بناء نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة ورفعتها ويكتسب يوم المرأة الإماراتية هذا العام أبعاداً خاصة ونحن في عام الاستعداد الخمسين حيث نعمل على حشد جميع الموارد والإمكانات لمواصلة مسيرة التنمية التي بدأها الأباء المؤسسون قبل خمسة عقود من الآن وتعزيز مسيرة نهضة المرأة الإماراتية التي قرس بذورها نصير المرأة المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ترى وتدعمها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات وفي ظل القيادة الرشيدة التي تركز على بناء الإنسان أثمرت دعماً لا محدود لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى القوات المسلحة عن تعزيز دور المرأة في مرحلة الانتقال إلى مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم وباتت بنات زايد شريكاً محورياً لصياغة الحياة في دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة وترسيخ وتعزيز إنجازات الدولة التي دخلت عصر الفضاء والطاقة النووية وصار يشار إليها بالبناء وعملاً بكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله للمرأة مكانة خاصة في مجتمعنا ويجب أن تبرز في صورة أكبر لأن لديها الكفاءة والمستوى التعليمي والثقافي وتستحق أن تكرم وتتقلد المناصب التي تستحقها مهما علت تلتزم هيئة كهرباء ومياد بي بتوفير بيئة إيجابية ومحفزة تضمن لكوادرنا النسائية تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتأسيس أسر عمادها التماسك والاستقرار إضافة إلى تنمية مهاراتهن وخبراتهن لتعزيز مساهماتهن في إنجازات الهيئة وتمييزها وترسيخ مكانة الدولة اقتصادياً وفي هذه المرحلة التاريخية من عمر دولة الإمارات نتعهد بتوفير كافة مقاومات النجاح لتحفيز المرأة الإماراتية ودعمها وتمكينها لتظل خير سند للوطن وليأخيها الرجل وداعماً محورياً للمحافظة على المكتسبات وتحقيق إنجازات جديدة لتكون حكومة الإمارات الأسرع والأكثر مرونة وقدرة على التكيف مع متقيرات المستقبل وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وفي هذا اليوم نتوجه بالتحرية والتهنية إلى المرأة الإماراتية التي تقدم يومياً نماذج مضيئة في مسيرة الوطن وازدهارها وعداد جيل مؤهل ليكمل حمل الراية وتسجيل مزيد من ريادة والتمييز في المحافل الإقليمية والدولية بوركت جهودكنا جميعاً وحفظكنا الله ظخراً وفخراً لدولتنا الحبيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته